في صراع يعني معلن وغير معلن معلن ان نادي بيرامدز صراع على المشاركة في دوري الأبطال نادي بيرامدز أعلن في بيان رسمي صادر بتصريحات عن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيرامدز ان نادي لن يتنازل عن سوري نادي لن يتنازل عن حقه في المشاركة بدوري الأبطال وبالتالي فريق بيرامدز قال ان في حالة لو هينهوا جدول الدوري في المركز التاني هيخضوا اتحاد الكورة وحيطلبوا بالمشاركة في دوري الأبطال طيب ده الصراع المعلن الناحية التانية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طبعا متمسك بمشاركة نادي في بطولة دوري الأبطال واجرى طبعا اتصالات مع المسؤولين في اتحاد الكورة وطالبا وتمسك بتنفيذ ليحة اتحاد الكورة اللي اعتمد من خلالها المشاركة الأندية في البطولات الإفريقية وفقا لنتائجها في الدور الأول ايه القرار النهائي؟ القرار النهائي ان بيرامد زهوة حر انا بقولك بقى كلام المسؤولين في اتحاد الكورة بيرامد زهوة حر عايز يعترض يعترض براحته عايز يروح يعترض في لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي براحته عايز يروح المحكمة الرياضية براحته يروح لكن ما تم الاعتماد به من داخل اتحاد الكورة ومن داخل مجلس قدر اتحاد الكورة بمشاركة الأربع عندية عز مالك والأهلي في دور الأبطال وبيرامدز وفيوتشر في الكونفيدرالية هنشوف بقى ايه اللي هيتم خلال الفترة اللي جاية من جانب ادارة نادي بيرامدز هل هيصعد ولا لأ ده اللي هنشوف امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي بيحاول يحل مشكلة ميكسوني ميكسوني طبعا الاداء اللي ظهر به مع النادي الاهلي مش مساعد المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يعرفوا يسوقوا وبالتالي كان في مفاوضات مع ادارة نادي الهلال السوداني واقفت عند الرقم او المبلغ النادي الاهلي التنزاني كان مقابل ضعيف جدا وبالتالي تم رفضه فاذا لا يزال امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي بيحاول يحل مشكلة ميكسوني في الوقت طبعا احنا قلنا انه هيكون ووفقا امبارح الكابتن محمود الخطيم لما تواجد في مقصورة استاد المقاولون العرب عدد من الجماهير اللي تواجدت في المقصورة الرئيسية طلبوه بابرام صفقات متميزة خلال الموسم اللي جاي وهو قال لهم تحديدا كده نصا باذن الله ده هيتم خلال الفترة المقبلة